السلام عليكم معكم دري حماتيك كيف تقوم بربط جوجل اوتونتيكيتور مع اي تطبيق تريد اذا اليوم سوف نقوم بربط محفظة موز والت مع جوجل اوتونتيكيتور اول شي تقوم بالدخول الى التطبيق الذي تريد ربطه بعدها تتوجه الى خانة الامان او الاعدادات او شيء من ذلك القابل نحن لدينا في خانة الامان هنا سوف نجد جوجل اوتونتيكيتور نقوم بالضغط عليه بهذا الشكل يقول لك هنا قوم بتحميل التطبيق يعني قوم بتحميله من جوجل بلاي او من اي مكان سوف اترك لك رابط يعني حتى تقوم بتحميله من جوجل بلاي نقوم بالضغط في هذا المكان يعني هنا سوف تجد بعض التعليمات الخاصة بك يعني هذه التعليمات لديك رمز كي اير حتى تقوم بربطه مع جوجل اوتونتيكيتور اذا كان لديك في هاتف اخر اما اذا كان لديك في نفس الهاتف تقوم بنسخ هذا الكود يعني دائما تقوم بنسخ هذا الكود وتتوجه مباشرة إلى Google Authenticator تقوم بالدخل إليه بهذا الشكل أول مرة سوف تجده فارغ تماما أنا سابقا قمت بربطه مع بعض المنصات وبعض التطبيقات الأخرى أنت سوف تجده فارغ هنا تقوم بالضغط على علامة الزائد في هذه المنطقة هنا وتقوم باختيار مسح رمز الاستجابة المعزرة يدخل مفتاح الإعدادات تقوم بالضغط على مفتاح الإعدادات هنا تقوم بتسمية أنظر هنا تقوم بتسمية المحفظة أو التطبيق الذي تريد ربطه يعني هنا موز والد سوف نقوم بكتابة هنا نقوم بالضغط هنا على الزائد إدخال المفتاح هنا نقوم بكتابة موز والد موز باي سوف نقوم بكتابة هكذا موز باي نتأكد فقط موز والد هكذا ونقوم بوضع ذلك المفتاح الذي قمنا بنسخه في هذه المنطقة بهذا الشكل ونقوم بالضغط على إضافة بهذا الشكل سوف تقوم بالمعزرة سوف تجده أين هل تم ترتيبه بحسب الحروف موز باي موز باي كما ترون هذا هو نعم في الآخر سوف تجده في الآخر ماذا تفعل أنت قبل أن ينتهي هذا العدار تقوم بنسخه بهذا الشكل وتعود إلى التطبيق أو المحفظة التي تريد ربطها وتقوم بالضغط على ربط الآن وتقوم بلسق ذلك الكود وتقوم بالضغط على تأكيد بهذه الطريقة تقوم بربط أي تطبيق مع جوجل اوتونتيكيتر سوف تجد طريقة أخرى يعني بالتفصيل أسفل صندوق الوصف يمكنك متابعة الفيديو حتى تفهم أكثر تفاصيلة يعني حتى لا أطلاء عليك نلتقي في موضوع آخر السلام عليكم